فحكينا عن قصة الديكور اليوناني تمام الديكور اليوناني بدأ من القرن الثامن ما قبل الميلاد إلى القرن الأول في الميلاد تمام وهو يعتبر من أقدم العمارة الموجودة على الأرض وعلى أساسها تأسست باقي مفاهيم العمارة تمام أغلب مفاهيم العمارة تمام والمهم في دار التصميم أنه بدأ على أساس الدين هو الخدمة الدين لذلك ستجدوا في أغلب المباني وأشارها للعمارة اليونانية ستكون المعابد وكمان اللي هي المضامر لماذا المضامر؟ لأنه بالنسبة لليونانيين يعتبر الرياضة جزء من الدين لذلك هم كمان بيهتموا مرة كثير في المضامر وفينما بيسووا فعالياتهم الرياضية حلو تمام طبعا هو كان على أكتر من فترة اللي هي أول فترة كانت الفترة القديمة بعد كده الفترة الكلاسيكية وآخر فترة كانت الفترة الهيلنسية بدأ يتغير على هذا الأساس أيوه هي فترات كل فترة كان بيتطور أكتر وهو أساس العمارة الرومانية يعني العمارة الرومانية أساسها هو العمارة اليونانية ترجمة نانسي قنقر